هذا وتتواصل فعليات الاجتماعات السنوية للبنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية في نسخته السامنة بمشاركة أكثر من 3000 شخصية دولية مؤثرة وأكثر من 100 من وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية من مختلف دول العالم المزيد حول فعليات هذه الاجتماعات ينضم إلينا مباشرة من مدينة شرم الشيخ مرسل التلفزيون المصري أحمد الحسيني أحمد ضعني في صورة فعليات اليوم وأبرز الاجتماعات في اجتماعات البنك الأسيوي نعم يعني نحييكم بالفعل نحييكم في البداية من قاعة المؤتمرات الدولية هنا في مدينة شرم الشيخ حيث انعقاد هذه النسخة الثامنة من اجتماعات البنك الأسيوي للإستثمار في البنية التحتية وهذه الاجتماعات التي بدأت اليوم صباح اليوم بجلسة افتتاحية بحضور وتشريف سيادة رئيس عبدالفتاح السيسي وحضور عدد كبير من وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية للدول الأعضاء التي يبلغ عددها 106 دولة عدو في هذا البنك الدولية الذي تأسس في عام 2015 الآن تتواصل هذه الجلسات التي تناقش مستقبل الاستثمار في البنية التحتية لدى الدول الأعضاء وزيادة الدعم المقدم من البنك الأسيوي والاستثمار في البنية التحتية لهذه الدول لزيادة هذه المشاريع الاستثمارية وخاصة في المشاريع الخضراء منذ قليل كان هناك اجتماع لمحافظي البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية شارك فيه الدكتور محمد معيد وزير المالية بصفتي محافظ مصر في البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية تم خلال هذا الاجتماع وهذه الجلسة التواصل إلى تفاهمات فيما يخص تعزيز ودعم مشاريع الاقتصاد الأخضر وأيضا فيما يخص مشروعات المناخ وكان هناك أيضا توجه من البنك الأسيوي لوضع استراتيجية للتخفيف من أثار تغير المناخ وتوجيه نحو 50% من إجمال تمويل هذا البنك لتلك المشاريع وبالتالي بحلول عام 2025 سوف يكون هناك دعم بقيمة 50% وبحلول عام 2030 سوف يصل إلى 50 مليار دولار هذا هو التوجه في النسخة الثامنة لهذه الجلسات جلسات أو اجتماعات البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية من المقرر أن تكون هناك العديد من الجلسات مستمرة اليوم وغضا أيضا تبدأ الجلسات في التاسع صباحا باجتماع آخر للتأكيد على جملة من التفاهمات والمناقشات بين محافظي البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية ومن بين أبرز الموضوعات التي سوف يتم طرحها ومناقشتها غدا بإذن الله في اليوم الثاني لفعاليات هذا المؤتمر مناقشات تحديات الطاقة والمياه بالإضافة جلسة إنشاء بنية تحتية للمستقبل وهي من خلال ابتكارات التكنولوجيا بالإضافة إلى جلسة خاصة بدمج الطبيعة والتنوع البيولوجي في تمويل البنية التحتية بالإضافة إلى جلسة مهمة جدا سوف توقع غدا وهي عن تعزيز التعاون بين مصر والبنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية وأيضا البنية التحتية العابرة للحدود هذا البنك الذي مصر هي عضو فيه منذ عام 2016 لحصتها نحو 650 مليون دولار أشكرك أحمد على هذه أصورة الكاملة لفعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الأسيوي للاستثمار من مدينة السلام شرم الشيخ مرسل التلفزيون المصري جزيلة شكرا